صباح الخير اليوم موضوعنا بفرقرة أنا إنسان موضوع كتير مهم مهم للأشخاص ده والإعاقة نحن ممكن بعض الأشخاص بيستغربوا على قضية التسهيلات البيئية وإمكانية الوصول يمكن البعض الآخر بيفترض أنها إضافة تضيفها الشخص للشخص ده والإعاقة طبعا هي أشياء ثابتة وأساسية عقدة إحدى المؤسسات الكبرى والرائدة واللي متميزة في أداءها بعملها جمعية الحسين اللي هو المركز التدريبي للأشخاص ده والإعاقة مؤتمر بيتخصص بموضوع التسهيلات البيئية وإمكانية الوصول طبعا هذا المؤتمر أنا شفت أوراق العمل شفت البرنامج اللي خاص فيه لفت انتباهي التنوع اللي كان موجود في أوراق العمل ولفت انتباهي أداء في أشخاص مشاركين سواء كان من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة وطبعا زخامة المؤتمر أعتقد يمكن كانت بدأ أكتر من يوم لكن طبعا هذا لا يعني أنه كان شيء سيء ولكنه كان أكيد شيء متميز ولهيك بفقرة أنا إنسان ارتقينا اليوم إننا نلتقي بالسيدة آني أبو حنى مديرة التنفيذية لجمعية الحسين أهلا وسهلا فيك ستاني أهلا بيك ستاني الله يخليك نور فينا اليوم شاكرين لإلك لإهتمامك بهك موضوع متميز زي ما تحدثتك تفضلت فيها تسلمي أهلا وسهلا فيك طبعا نحن بداية أنا اللي عرفته إنه حضرتكم بتشتغلوا بالجمعية بمشروع بيغتص بقضايا الإعاقة وبالذات بموضوع التسهيلات البيئية وبالتدريب فهل هذا المؤتمر جاء على غرار التدريب ولا منفرد فقط لأنه مؤتمر يهتم بقضية التسهيلات البيئية هي ست آسيا التنين مرتبطين بس بدأ أحكي لك عن خلفية المشروع المشروع لما بدأت حسينا أنه فيه هناك كل المؤسسات يعني نركز على تقديم الخدمات طب هذا تقديم الخدمات إذا الشخص دوي الإعاقة مش قادر يوصل لهذه الخدمات شو فائدتها صحيح فحسينا أنه من ضمن أولويات الأردن أنها تهتم في تعديلات البيئية وإمكانية الوصول حتى الأشخاص دوي الإعاقي يقدروا يستخدموا هاي المراكز صحيح يعني أبسط الموضوع المراكز الصحية تصول المراكز الصحية مش معدلة لا تستقبل الأشخاص دوي الإعاق صحيح فهذا المشروع اللي نحن عملناه طبعا بادرنا فيها ودعمونا الحكومة الإسبانية من قبل منظمة إسبانية والحلو بهذا المشروع تعاوننا مع دول عربية نعم يعني مشروع أقليمي فسار في هناك تبادل خبرات مش مع الأجنة ترى مرحنا نفكر أن الأجنة بيدخل عنا خبرة لأ نحن كانت تعاونة مع دول عربية متميزة في هذا المجال نقدش نحن ونحن كملنا تميزهم في خدمات مختلفة فإجت هذا المشروع هذا المؤتمر عبارة عن حتى نحكس المخرجات هذا المشروع اللي صورنا نشتغل عليها من سنة 2010 فحسينا أنه هذا المشروع لازم الناس لأنه نحن ما قدمنا في مجال التعديلات البيئية نحن عملنا التعديلات لأربعة عشر مركز سواء كان صحيح في المحافظة الزرقاء سواء كان مراكز صحية أو مدارس أو مؤسسات حكومية رائدة بس هذا لا يعني يعني اللي عملناه فعلا عشر بلكن من الاحتياجات الموجودة حتى نقدر نحن بعد إذنك ستآسيا بس أنه حتى نقدر نحن نرفع وعي المجتمع لحاجة هاي التعديلات البيئية عملنا هذا المؤتمر إجاء هذا المؤتمر يعني إحنا بما معناه أنه هذا المؤتمر ما إجاء منه لحاله لوحده وأيضا كمان أنه مسكنا بالجانب القانوني والحق طبعا كحق أساسي بالضبط لأنه دائما متعارف عليه حق أساسي وليس أنه خدمة زيادة عم نعطيها لحقهم شعرتوا بهذا الشيء في المؤتمر هل هذا الشيء شعرتوا بأنه المقدمين الأوراق والمشاركين صراحة التفاعل كان هذا شعرناه لما رحنا عند رئيس الجامعة الهاشمية صراحة أديش أعطنا الدعم الكامل وفرنا كل تسهيلات اللازمة لإعداد هذا المؤتمر وهذا يعني أديش عنده يعني إحساس وإيمان بهذا الموضوع كحق وليس حتى أنا عجبني شغلة أنه بورقة العمل اللي قدمها عطوفة الرئيس حك شخص يعني أكد موضوع أنه مفيش هناك شخص معاق إنما في مجتمع معاق في مجتمع معاق معيق معيق ومعاق يعني إحنا خلنا نقول معيق لأنه فعلا هو بيكون معيق للشخص ده والإعاطة طيب أنا عندي ما بعرف أنا كنت حابة كتير أعرف إنه دائما إحنا يعني مظلومين المؤسسات اللي بتعمل مشاريع كبيرة بالوطنة بالأردن إنه دائما بقولوا تشتغلوا بعمان كل مشاريعكم لعمان أنا كان في تميز بالمشروع وبالمؤتمر حتى إنه أول إيش نعنقضي المؤتمر بالجامعة الهاشمية رغم بعد المسافة لكن لاحظنا وهذا خسنا أن تحفظ قال ليش عملتوها بالجامعة الهاشمية عملوها بالعاصمة السؤالي هو ليه الزرقاء المؤتمر وليه الزرقاء المشروع المشروع نعم ستاسي أكيد تعرف أنت جامعة الحسين هي تستقبل أطفال 20% من أطفالها من سكان الزرقاء رغم هي كان عندنا انطباعات إنه نسبة الإعاقة في الزرقاء هي أي تاني مدينة كبرى في الأردن هناك نسبة كبيرة من الإعاقات لكن ما اعتمدنا لم نعتمد على انطباعاتنا عملنا دراسة طبعا قبل ما ننطلق الدراسة كمان أشركنا فيها أشخاص ضوي الإعاقة عملنا استبيانات لكل المؤسسات العاملة وعملنا طبعا زي ما حكيت أنه أشخاص ضوي الإعاقة هم اللي حددوا احتياجاتهم بالتعديلات البيئية وشو المراكز اللي لازم تتعدل ومتوفر هاي الدراسة متوفر هاي الدراسة موجودة ويمكن الحصول عليهم وعملنا كمان طبعا في هناك عبارة عن عملنا قاعدة بيانات وبعدين لما يجينا بدنا نقيم المشروع قيمناها بناء على الدراسة قبل المشروع فاعتمدناها أسلوب علمي بالتفكير لأن معظم الإشياء نحن نعمل انتباعات يعني بتلاحظ نحن كان عنا انتباعات كان عنا التوجه بس ما بننا المشروع على هذا التوجه وإنما بشكل مدروس نعم كان عنا نظرية أثبتناها بدراسة علمية أكدت أنه هذا المفاهيم وشو هي نوع الاحتياجات الموجودة بدمن محافظة الزرقاء فبالعكس نحن هذا المشروع جبنا نحن عملنا أسسنا مشغل تعديلات بيئة بالزرقاء أو أسسنا مشغل لمحطة معلوماتية للأشخاص ضويل إعاقة في الزرقاء كمان بالتعاون مع مؤسسة تدريب المهني تمام عشان بس نعرف المشاهدين بأهمية المركز اللي هو للتدريب ولا كمان للصيانة ممتاز ممتاز ست آسيا يعني أنا هذا عجبني كمان السؤالك في محل بالظبط يعني نحن عملنا مع مؤسسة تدريب المهني أسسنا هدول المشغلين أنها تكون تدريبي وإنتاجي بنفس الوقت ممتاز حتى تضمن استدامة المشاريع هلأ معظم المشاريع إذا بطلع ست آسيا فيه جهة داعمة فيه مشروع ما فيه جهة داعمة ماتت المشروع بعدين نحن بالعكس نحن عملنا تعديلات بيئية والمفاهيم نقلناها من الزرقاء العمان وليس العكس هاي أنا بقول أنه لازم الكل يلاحظ عليها أنه نقطة مهمة جدا لأنه إحنا صار عكسي بدل ما من عمان للزرقاء لنجح المشروع زرقاء نفسها عملنا لجنة تنصيقية داخل محافظة الزرقاء بتمثل كل مؤسسات العاملة في هذا المجال فنجاحها كانت وتبنوها وهذه اللجنة صارت عبارة جزء لا يتجزأ من برامج محافظة الزرقاء لا تعني بشؤون أشخاص ضويل هي نوعا ما زي نوع من الـ CBR هي CBR بس إتيزة CBR بس نحن أسسنا زي نوع من ركن أساسي داخل محافظة الزرقاء ممتاز لجنة تمثل وطلبنا من المحافظة وكانت متعونة جدا إن هذا اللجنة تستمر في عملها حتى لو بعد انتهاء المشروع ممتاز رائع طيب وكمان أنا سؤالي اللي هو أنا كتير بحب أعرف مين هم الأشخاص اللي كانوا شركاء معكم بي خلنا نقولها على المؤتمر بزرق إنه بالمؤتمر إنه أداة كان فيه زخم موجود بالمؤتمر صراحة المؤتمر يعني التشبيك اللي صارت بين جميع الجامعات تصور الأوراق العامة اللي اتقدمت من جامعة هاشمية جامعة الأردنية جامعة العلوم والتكنولوجيا جامعة أردنية جامعة الأردنية الألمانية أربع جامعات اتحدوا مع بعض تصوري كنا بنفس هذا التشارك اللي صارت يعبرها إنجاز من منجزات المؤتمر يعني مخرجات المخرمة إنه كيف صار فيه تشبيك بين هاي الجامعات هذا بالإضافة إنه تقدمت طبعا عن الإنجازات كان في إلها يعني جزءين المؤتمر جزء الأول طبعا ما بدنا نتجاهل إنجازات اللي صارت على مستوى الوطن مش بس بالجامعة الحسين نحن عم نحكي عن جامعة الحشيمية واستغربنا أن الجامعة الحشيمية بتقدم دورة تعلم اللغة الإشارة متخصصة في هذا المجال فكل جامعة قدمت شو إنجازاتها وشو الشواغر الموجودة فيها وانطلقت منها وهاكي طبعا والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص معه وقية هذاك لا مجلس الأعلى مجلس الأعلى هي أصلا كانت المسيد يعني عطفة الأمين دغرة جوابات لطلبنا وهي كانت الميسيرة وهي اللي أعطت قيمة للموضوع تمام بطريقة مداخلاتها وتعليقاتها على كل وقت عمل تقدمت به بالمؤتمر الصحيح المخرجات للمؤتمر أنا كتير يعني بحب أعرف أنه هل هي وقعية هل هي قابلة للتحقيق يعني لو طلعنا أنا بقول دائما بمخرجين يمكن لمرحلة قادمة لست سبع شهور نقدر ننجز أحسن من ما أطلعي بعشرين مخرج وبالآخر أنه ما أكون يعني قسرت لك أنا أحكي لك شغلي حدثتك حكيتي أنه كانت عبارة أن المواضيع الزخمة وكانت في يوم صراحة حتى تكوني واقعية وتطلعي بأشياء ملموسة كلما كانت مكثثة كل الناس بيكونوا معنيين ويكونوا في التزام أكتر وتبني المشروع وهذا اللي لحظناها بهذا المؤتمر طبعا من أهم الإشياء عطوفة الرئيس رئيس الجامعة الحاشمية طبعا أعلن عن أربعين نقطة أربعين نقطة تصوري خلال المشروع اللي ممكن تيسر شؤون الأشخاص طلال دول وعاقة من رحلات مجانية من مكتبات تحسين المكتبات والتزم عطوفة الرئيس أنه تكون جامعة الحاشمية نموذج لمركز معدل لتيسيء أمور الأشخاص طلال دول بالعاقة بالإضافة إلى أنه قلنا نحن هذا المؤتمر مش رح لازم يوقف ده رح يكون هناك تعاون بين الجامعات المحلية وجامعات الأجنبية من خلال الجهة الدعمية وهذه كانت عبارة عن نقطة بدنا نستمر والإضافة إلى التشبيك بين الجامعات وكلهم يشتغلوا أنه هذا نفس هذا الوقت رح يكون في مؤتمر بشؤون الأشخاص يعني همش رح يكون الأول والأخير تبنيوا هذا المشروع نحن رفعنا الوعي والطلب ورح يتبنوها ورح يكملوا فيها فهي كلها عبارة عن إشياء فعلا من الموزق يعني سبتاني هي مش إنه بس مجرد إنه خلصنا إحنا من المؤتمر وخلص وبعدين كل واحد أبدا بالعكس المؤتمر نفسه أدخلت في إشياء وتبنوها في كل إشياء نحن نتمنى إن شاء الله تكون المؤسسات التانية تعمل هيك إشياء لأنه فعليا يكون في عندهم رسالة رسالة واقعية صحيحة بنشرك فيها الأشخاص ده والإعاقة بنشرك فيها أسرهم بنشرك فيها الجامعات والأماكن اللي بتنقلوا فيها يعني أنا كتير سعيدة بهذه المؤتمرات أتمنى دائما حتى اللي بيأقدوا المؤتمرات والإشياء اللي اللي بتخص ده والإعاقة دائما يطلعوا على المؤسسات اللي فعلا هي بصميم الموضوع على أرض الواقع بالزبط بس بدي أكد عليك بعد إسنك ستاسيا مفهوم فيه مفهوم خاطئ لما يفكروا أن التعديلات بإياي أو الإمكانية الوصولية إمكانية الوصولية عبر عن رنبات وريلات وليتشيرز كراسي متحركة نحن لما نحكي عن إمكانية الوصول إمكانية الحق كل شخص أنه يوصل للمعلومات هذا أهم بكتير مما يوصل للمباني فعشان هيك نحن كمان أثرنا هذا الموضوع ركزنا عليها بهذه الطريقة تفضلي أنا كنت حابة أسأل آسفة أسفة ستاسيا بعدين نحن منفعليني شوي على المؤتمر أنا كنت حابة أسأل أنه فعليا تم في إشراك الأشخاص دوي الأعاقة بالأراق العمل طبعا طبعا أكيد 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 أقول لك من البداية أشخاص دوي الأعاقة معنى بالتخطيط بالتنفيذ بالمتابع والتقييم وبعدين هم يعطون نموذج كمان أشخاص دوي الأعاقة هأساس أنه اللي عاملين في هذا المشروع كانوا أشخاص دوي الأعاقة المسؤول عن المشاغل أشخاص دوي الأعاقة ومكي وبمراكز متميزة مش انه بس اشخاص اني يحصينا قديش الامكانات الموجودة نعم نعم رائع رائع شكرا لك ست آسيا انا يعني بعتبر هذا شيء يعني انا بعتبر شيء متميز من اللي حصل اه اوكي لا يعني انا بحكي لك يا ست آسيا يعني الاشخاص المعنيين زي ما حكيت لك اياها الاشخاص ضوال اعاقة كان نفسي انه اي شخص يزور على فكرة مركز مشاغل التعديلات الموجودة في الزرقاء وفي اعمان وكيف بتديرها ومين الاشخاص اللي بيقوم بدارتها يعني نموذج انا بعتبره نادر جدا في الوطن العربي انه نعمل مركز زي هيك ونعمل مؤتمرات نحنا مشغلنا الوحيد فيه شغل ست آسيا خددك بتعرفيها نحنا كمان اللي بيميزنا فيه هلا فيه كتير بالبلد بيوزعوا معينات حركية بغض النظر بيقولك قديش اياسك انتي 12-14 خوديها الكرسي نحن بدون ما يعملوا اي تعديلات لتناسب مع احتياجات هذا الشخص وهذا اللي بيميز نحنا مشغلنا نحنا نحنا منقيس الاحتياجات الموجودة فيها وعساسها من حدد الكرسي المناسب او اي معين حركي مناسب تاني شكرا لإلك ست آني انا يعني اليوم سعيدة جدا بضيافتك لإلنا وعن جد نورتينا وان شاء الله سيكون إلنا استضافات أخرى وانا بشكر طبعا رؤية شكرا لإلك لأنها عطت هذا الحق حق نعم وصلت هلأ أشخاص ضوئية عاقة من خلال برنامجك انتي ستاسيا شكرا لإلك